انطلقت مسيرة لعائلات المحتجزين الاسرائيليين في طريقها الى القدس للمطالبة بالتوصل الى صفقة مع حماس بشأن المحتجزين يتي هذا في حين قال رئيس المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد انه اذا لم يعد المحتجزون فستكون اسرائيل خانت مواطنيها وهذا يجب ان لا يحدث وللمزيد من التفاصيل تنضم الينا من القدس المحتلة مرسلة الغد ايمان جبور ايمان اولا السياق الذي قيلت فيه تصريحات لابيد وماذا ايضا عن مسيرة اهالي المحتجزين المتجهة الى القدس حاليا بالطبع ما قاله لابيد هو يرتبط مباشرة بهذه المسيرة وبالضغوطات التي تفاعلها او تمارسها عائلات المحتجزين الاسرائيليين بالاضافة الى كل من ينضم اليهم من اجل الضغط على الحكومة الاسرائيلية لانجاز صفقة التبادل في اسرع وقت ممكن خاصة وانهم يقولون بانهم مع كل يوم يمر هناك مخاطر تهدد حياة ذويهم داخل قطاع غزة وبالتالي هذه المظاهرة التي انطلقت يوم الاربعاء من غلاف غزة على الحدود ما بين اسرائيل والقطاع تصل اليوم في يومها الرابع الى مدينة القدس هي على مشارف المدينة ولكن يفترض ان تصل الى داخل المدينة واليوم في ساعة السابعة ونصف مساء ستكون هناك مظاهرة مركزية داخل مدينة القدس من اجل الضغط على الحكومة الاسرائيلية لانجاز صفقة تبادل واطلق صراح جميع المحتجزين من قطاع غزة واعادتهم الى اسرائيل لبيد اجمالا ايضا كرئيس للمعارضة مناوئ لكل الخط الذي يقوده رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو وايضا يعني هو وحزب العمل في اسرائيل عمليا يقولون بانه يجب الان وفي اسرع وقت ممكن اتمام هذه الصفقة وبان الحكومة الاسرائيلية لا يمكنها ترك هؤلاء المحتجزين داخل قطاع غزة هذا ايضا هو موقف حزب المعسكر الرسمي وهو متواجد حاليا بالطبع داخل الحكومة التي يرأسها نتنياهو ولكنه ايضا يضغط باتجاه اتمام الصفقة بالفعل كانت صباح اليوم مصادر للغد قد قالت بان الوفد الاسرائيلي ووفد من حماس سيستأنفان المباحثات غدا في القاهرة رغم ذلك هناك مصدر سياسي اسرائيلي كان قد نفى بان الخطة ناجزة بمعنى انه يقول بانه حتى الان من غير الواضح اذا كان سيصل هذا الوفد الى القاهرة ربما هذه التصريحات جاءت ايضا من اجل الضغط على حماس من اجل ان تعطي ردها على مباحثات باريس على المباحثات الثانية التي كانت اذكر فقط بان المسار الذي اقترح في باريس يتحدث عن الافراج عن 400 اسير فلسطيني مقابل 40 محتجزا اسرائيليا يتحدث بالاساس عن المرحلة الاولى من هذه الصفقة هؤلاء المحتجزين الاسرائيليين هم من النساء بالاضافة الى المجندات وكبار السن والمرضى والمصابين سيتم اطلاق سراحهم ايضا مقابل 6 اسابيع من الهدنة داخل قطاع غزة ولكن اسرائيل ما سمعناه من المصادر الاسرائيلية اليوم وايضا مستقول اسرائيل بانها لن ترسل الوفد لاستئناف هذه المفاوضات ما لم تتسلم ردا من حماس على الاقتراح الذي تم التوصل اليه في مباحثات باريس ولكن في نفس الوقت ايضا شددت هذه المصادر بانه من المتوقع وصول هذا الرد من حماس خلال يوم او يومين اي انه حتى مساء هذا اليوم او صباح غد الاحد ولكن معظم الترجيحات بانه سيكون هناك وفد سينطلق الى القاهرة غدا نتحدث عن وفد تقني او مهني وليس وفدا امنيا رفيعا كما كانت الحال في مباحثات باريس بمعنى انه سيضم طواقم عمل وليس رئيس المصاد والشباك وما شابها كما كان في مباحثات باريس اذا متوقع ان يصل هذا الوفد الى القاهرة لاستئناف هذه المباحثات غدا اسرائيل ايضا تشترط بان تستلم قائمة من حماس بس تكون فيها تتضمن اسماء المحتجزين الذين سيتم اطلاق صراحهم بالاضافة الى قائمة باسماء المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة داخل قطاع غزة خاصة بعد ان رأينا الفيديو الذي بثته بالامس كتائب القسام في هذا الشأن اسرائيل بالطبع تحاول ان توصل جسالة بان عمليا حماس هي من تعطل استئناف هذه المفاوضات وذلك من اجل استبعاد الضغوطات التي تمارسها الضغوطات الشعبية التي تمارسها عائلات المحتجزين بالاضافة الى متظاهرين اخرين لدفع الحكومة الاسرائيلية بانجاز هذه الصفقة في اسرع وقت ممكن